السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد واشراكم ان شاء الله تكونوا كامل لباس وبالف صحة وعفية بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه اجمعين مرحبا بكم في قناتي الجديدة واللي اسمها How to make this انتمنى تشتركوا اذا اول مرة تشوفوا الفيديو وتفعي الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد نبدأ على بركة الله هنا يا عندي بشروعنا لنهار اليوم او فكرتنا لنهار اليوم حاملة الاكياس بجلد سكاي باسهل وابسط طريقة تابعوا الفيديو الى الاخير وان شاء الله تستفادوا ما تنساوش تبارتاجي الفيديوهات مع الاصدقاء والاحبة لتعوم الفائدة اذا هذا المشروع مطلوب بقوة تابعوا الفيديو الى الاخير باش نقولكم سعر البيع هذا المشروع مطلوب بقوة على مدار السنة وخاصة في فصل اعرف وين خاصة في شهر رمضان الكريم يعني النساء يبغوا هاد الاعمال اليدوية يبغوا يبدلوا ثم اشتارها مع الارضاء يبغوا يبغوا ويبغوا يبغوا ويبغوا وہا عضلك يجبوا بيقوموني ويبغوا تإلخابهم بل كوموند او لا تخدموا هكا بالحبة ولاذا تخدموهم ليكم هنايا قد نخدم من حال الى الكيس الالوان على حساب طلب الزبونة لا ننطولش عليكم بزاف نبدأ في المقاسات كنت قسيتهم مسبقا هكذا باش الفيديو قطعة الكبيرة نحتاج 42 سنتين على 27 سنتين القطعة الثانية قطعة الثانية فيها 37 سنتين على 27 سنتين يعني يكونوا نفس العرض 27 سنتين 27 سنتين القطعة الثالثة فيها 27 سنتين على تقريبا 20 سنتين هذه القطعة تقريبا 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 10 تقريبا 10 ونصف سنتين على 14 سنتين ونحتاج هذه القطعة تكون صغيرة والاستيك 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 والنسبة للخياطة سنوري لكم وما نخيط نوري لكم فقط الأجزاء كيفاش نخيطوها هذه القطعة فيها 31 سنتين على 4 سنتين نروح لماكينة الخياطة ندير ثانية ثم ثانية ونخيط ندير ثانية ستعملوا الزيت الخاصة بماكينة الخياطة لكي تساعدكم في خياطة الجلد نروح لماكينة الخياطة ونخيط كامل هذه القطعة هذه هي القطعة بعدما أخيطتها هذه اللي تتأتي على شكل أعلاقة نخليها على جنب نجيب هذه القطعة نضيفها 27 سنتيم نضيفها بجهة 27 سنتيم نضيفها بهذا الشكل ونرسم دوائر نحاول نعيد المنتصف نضيفها تقريبا نصف 20 سنتيم ونرسم نصف دوائر نضيفها نقص ميزاني نصف المقص المسننت نقص مباشرة نضيفها نضيفها على جنب كذلك هذه القطعة الخضراء فيها 10.5 على 14 نطويها من الجهة نتاع 10 سنتيبه نجيب قلم او طبشور نرسم هذه الشكل هذه نرسمها على شكل طابي للتزييز هذا الشكل كما كنت تروني نرسم عيني ميزانين ثم من الاحسن بالعقل وترسمي بالنسبة للتزيين فلكم الاختيار تزينوا بالاشكال اللي تحب نطويب هذا الشكل وتخيطوا تقدروا تستعملوا الكولة تستعملوا الكولة ولا تخيطوا انا رايحة نخيطها نتبتها بالقبرة والخيط من الاحسن حتى تسقموا للشكل التاحها تسقموا للشكل التاحها جيدا نجيب هات الشارك وتحكموا بالكولة وتحصل على هات الشكل متاع هات البابيو إذا نخليها على جنب فيما بعد نزيد نخيطها الآن نمر للقطع ببقاوة هات القطعة الكبيرة القطعة الكبيرة نحط عليها قطعة سغيرة بهات الشكل نروح مكينة الخياطة ونخيط جهة واحدة نخلي واحد سنتيم ونخيط بعد ما خيط نجيب هات القطعة إذا من هنا ينحسب 8.5 سنتيم نعين نقطة ومن هنا 8.5 سنتيم نعين نقطة ومن هناك نضيف 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 هذا الشارك نحكمه بالدبابيس أو تروحه مباشرة وتخيطه ومن هناك ومن هناك ونخيط نضيف نضيف النقاط ومن هناك نضيف هذا الشكل نزيد نجيب هات القطعة نضيف الوجه نضيف بهذا الطريقة نضيف واحد سنتيم ونلاقيهم بالخياطة بعد ما خيط نقلب القطعة بهذا الشكل إذا نقلبها نحاول هذه الخياطة تكون في الوسط نعود نرجع نخيط في هذا المكان بهذا الشكل نعود نرجع نخيط نضيف واحد سنتيم ونخيط وبعد ما نخيط في الأسفل نعين سبعة سنتيم نعين سبعة سنتيم ونضيف نقاط بالطبشور لقي بناتهم ونضيف بعد ما خيط نحصل على هذا الشكل يعني الخدمة تكون مفينية قبل ما تخيط تقضي تكسوم هذه العطفة لكي تخيط لا تخرج يعني لا تخرج خارجة تخليه واحد سنتيم ونخيط هنا خيط ونضيف الآن تلقيت هذه القطعة القطعة سنضيف ونضيف لكم الغد نضيف نضيف هذه القطعة ونضيف لكي تخيط في الوسط نضيف خط الخياطة هذه لكي نضيف لكي تضيف لكي تضيف الخطوة سنضيف ونضيف ونضيف نغلق هذه الجهة بالخياطة نبدأ الخياطة من هنا 1 سنتين ونغلقها بالخياطة حتى نصل إلى المكان هنا بعد خيط هنا تبتها فقط بالإبرة والخيط وفيما بعد نزيد نزيد السدهام نقلب القطعة إلى الخارج كما ترى خدماتها سهلة ومهلة هناك دقائق معدودات تجدوها وتخرج كبيرة ووافية ما شاء الله هذا الشكل نقلبها وفي هذه الطريقات تتحنوا لا يوجد شكل الشباب يتقايسوا ويتطاشوا يعني يديروهم في هذه الحاملة يجب من أجل الترمي وفي هذه الطريقات تحضن هذا هو شكلها النهائي تخرج تحفة ولا أرواع شابة بل بالساف كبيرة ووافية ما شاء الله خدمتها سهلة مهلة هذا الوردة قرب الخياطة بالإبرة والخيط وفيما بعد سأكدنا نحكمها بشكل مليح نحكمها بالكولا أنا يعني معمرتها بالأكياس تشوفوا يعني تخرج ما شاء الله وترفضنا هذوك الأكياس وتخرج شابة بالبزاف أتمنى يعجبكم الفيديو لا تنسونيش بارتاش ومتابعة إذا أول مرة تشوفوا الفيديو اشتراك تفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ما بقى علي أغنقلكم دوم تنسوني رعاية الله وحفظه والسلام إلى فيديو قادم إن شاء الله